بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد الشاكرين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقفنا في تدبرنا في سورة العلق المباركة عند تلك الآيات العظيمة التي جاءت تبين ممارسة من ممارسة الطغيان في واقع المجتمع في واقع الحياة الإنسانية متمثلة فيما فعله أبو جهل إزاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم ظلما واستكبارا واستغناءا وإعراضا عن الحق وقف في وجهه صلى الله عليه وآله وسلم وهو يصلي ويسجد بين يدي خالقه جل شأنه في ذلك المكان الذي تعارف عليه الناس حتى في الجاهلية أنهم ما كانوا يتعرضون فيه حتى ولو لمن قتل أبا أو أخا أو أحدا عزيزا عليهم هذه كانت من أعرافهم ورغم ذلك ضارب بكل هذه الأعراف أرض الحائط لأجل أن يمارس هذا الطغيان والظلم والعدوان قرآن العظيم في مثل هذا الموقف يصل رسالة عظيمة مفاد هذه الرسالة أن الطغيان لا يقف عند حد وأن الناس كلما تركوا مساحة أوسعة وأكبر للظالم فإن الشر والظلم والطغيان والبغي والعدوان لن ينكمش بل على العكس تماما سيتمدد ويتوسع ولا يترك مجالا للحق والخير لأجل أن يمارس من قبل أصحابه من هنا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضا حتى يوقف الظلم حتى يوقف العدوان حتى يوقف الشر عن التمدد والتوسع السرطاني الواضح في مختلف مفاصل المجتمع وإذا بالآيات العظيمة تنتقل في إسلوب وفي سياق استفهامي تعجبي يحمل كذلك معه التقريع والتوبيخ قال أرأيت إن كذب وتولى هذا الإنسان الذي طغى أرأه استغناء هذا الإنسان الذي يعيش صورة الوهم وهم الاستغناء عن خالقه عثى في الأرض فسادا يمنع أهل الحق من ممارسة حقهم في العبادة والتقرب إلى الله ولا يكتفي بذلك بعض الناس يقول لك طيب لكم دينكم ولي دين اعلم أن هؤلاء لن يتركوا أهل الدين والقيم والحق والمبادئ يمارسون الحق في واقع الحياة بسبب الطغيان بسبب الظلم بسبب العدوان بسبب الشعور ووهم الشعور بالاستغناء عن الخالق وأن لا أحد على وجه هذه الأرض يستطيع أن يوقف مد هذا الظلم والعدوان فيزداد الإنسان شراسه ويزداد المعتد والظالم والطاغي عداوة وبغضاء وقوة وشراسة في ظلمه واعتدائه عن الآخرين قال أرأيت إن كذب وتولى ونحن إذا ما تدبرنا في مفردة التكذيب في القرآن التي ذكرت كثيرا في أكثر من مئتي وخمسين موضعا في كتاب الله جل شئن هذه الآيات التي جاءت لتبين مفهوم الكذب الذي هو نقيض الصدق والمطابقة للواقع جاءت بتصريفات متعددة ما بين الفعل والمصدر والاسم وما شابه ورغم ذلك جاءت كذلك بمفردات تدخل معها في الدلالة في أوجه وتشترك معها الافتراء، البهتان، الزور، التحريف ولكن الكذب والتكذيب هذا سمت أولئك المعاندين الظالمين والكذب شيء طبيعي والتكذيب يأتي للخبر ويأتي للنبأ ويأتي لي الرسالة وفحوى هذه الرسالة وهو عكس التصديق الذي هو الإيمان الإيمان هو تصديق بالقلب والتكذيب هو عكس التصديق فهذا الإنسان لا يصدق بهذه الرسالة تدبر معي في المعنى كذب وكذب وتولى والكذب والتولي الذي هو الإعراض عن الطاعة كذب عدم تصديق الخبر والرسالة والتولي الإعراض عن الطاعة التي هي في واقع الأمر مقتضيات الرسالة وما جاء فيها من الأنباء والأخبار كذب وتولى جاءت في سورة طاعة جاءت في سورة القيامة جاءت في سورة الليل وجاءت كذلك في سورة العلق لبيان أن الإنسان حين يكذب برسالة القرآن سيترتب على ذلك التكذيب عمل إعراض انصراف عن الطاعة إعراض وتعمد في الانصراف عن الطاعة لأن التولي فيه تعمد حتى نفهم الآيات التي ستأتي بعدها حين تقول وتصف ناصية هذا الكاذب بأنها ناصية كاذبة خاطئة هذا يتعمد الكذب هذا يتعمد الخط هذا يتعمد الوقوع في الأخطاء هذا ما جاء هكذا عرضا إذن كل هذه المفردات الحمالة في القرآن لكل هذه المعاني وفياض بها بأسلوب القرآن الذي جاء في الاستفهام التعجب أرأيت إن كذب وتولى تعجب من حال هذا الإنسان ولك وللإنسان أن يتفكر هو لماذا جاء القرآن بأسلوب التعجب شي طبيعي واحدة من أعظم الأسباب أن قريش جميع قريش كانت تطلق على الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم قبل بعثته الصادق الأمين ولا تكذبه في شيء بشهادتها هي ولو أنه أخبرهم بأن جيشاً قد جاء من خلف ذلك الواد كما قال صلى الله عليه وآله وسلم ما كذبوه في شيء من هذا إلا أنهم كذبوه بعد ذلك حين قال لهم أنه نبي مرسل وكذبوا بهذا الكتاب الذي يعلمون حقيقة في قرارة أنفسهم أنه الحق من عند ربهم إذن هذا تكذيب متعمد هذا ليس مجرد كذب هكذا عارض هذا ليس مجرد أنه لا يعرف أو لا يريد أن يعرف أو يصدق في تعمد في إصرار في سبق للترصد لهذه الرسالة العظيمة في إصرار على هذا الموقف وذكرنا ونذكر دوما أن الصلة ما بين عدم وجود القراءة المنهجية الشمولية باسم الرب الذي خلق يوصل الإنسان لمرحلة أسفل سافلين وبدون شك لا يصل الإنسان إلى تلك المرحلة إلا وقد انغمس في الكذب والتكذيب والتولي والإعراض عن الحق كذب وتولى هذا الإعراض الذي يأتي بكل هذه العزيمة ولذلك أنت تعجب حين ترى أهل الباطل يصرون على باطلهم يدافعون عنه يسخرون كل إمكانياتهم المادية والمعنوية والفكرية للترويج له وفي ذات الوقت يأخذك العجب من أهل الحق الذين يؤمنون به في قرارة أنفسهم كيف لا يكون لهم هذا السبق في الإصرار على الحق أنت تحمل الحق أنت تؤمن بالصدق أنت صدقت بالإيمان أنت صدقت بالقرآن كيف لا تدافع عنه كيف لا تنصره ألا ترى كيف ينصر أهل الباطل الباطل وهو باطل وهم يعلمون في قرارة أنفسهم أنهم باطل فعجبا لأهل الحق كيف يتخاذلون عن نصرة الحق وهم يعلمون أنه الحق قال أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى تدبر معي في هذا الاستفهام التقرير التقريع التعجب التي جاءت فيه هذه الأدوات والحروف لتشكل أنموذجاً وإسلوباً عظيماً من أساليب القرآن هذا الإسلوب البياني المعجز يؤدي غرض ويؤدي هدف ويؤدي غاية ويؤدي قصد أن الله يرى وتدبر معي يرى بالفعل المضارع المستمر المتصل إثبات الرؤية لله سبحانه رؤية لأي شيء لما يفعل هذا من التكذيب الذي هو عمل قلبي ومن التولي الذي هو إعراض حقيقي بجوارحه المختلفة عن الحق يتولى ويعرض عن الحق وتدبر في القرآن كيف جاء بهذه الكلمة العظيمة ألم يعلم بأن الله يرى وهذا الحرف الباء التي قد يطلق عليها غالبية النحويين حين يعربون هذه الكلمات والمفردات أن الباء زائدة وأنا أقول وأقول دوما اللغة في الحديث عن القرآن وإعرابه لا بد أن تتسق مع أظمة المتكلم به سبحانه وبالتالي حتى لو كان هذا العرف سائدا بين أهل النحو واللغة أن يسموا هذه الباء زائدة وحرف زائد وقد وجدت عدد من الرسائل العلمية والجامعية هكذا تحمل هذا العنوان الباء الزائدة ووظائف الباء الزائدة في القرآن أنت حين تأتي إلى القرآن عليك أن تتخير ما يناسبه فلا تقول عن شيء زائد ولو قلنا بأنه استعمال ولا يقصد به ولا مشحف الإصطلح لا فيه حين يكون الكلام عن القرآن لا بد أن يكون هناك لغة فريدة في الكلام عن القرآن فلا يقال عنه زائد يسمى بالزائد في عند أهل اللغة والنحو ولكن في القرآن لا يزيد شيء ليس هناك زيادة وليس هناك شيء فيه زيادة هذه الباء مقصودة للتأدية معنا وهم يعلمون ويقولون بأن هناك وفعلا هناك من يشير ويتكلم عن أهمية الاعتناء بعلم نحو الوظيف وظيفة الحروف وظيفة الكلمات وظيفة الإعراب بل دلالة العلامات الإعرابية والتي سنأتي على تطبيق منها في قوله جل شأنه بالناصية ناصية كاذبة خاطئة إذن الباء ليست زائدة الباء جاءت تؤكد معنا فلم يكتف القرآن بقوله جل شأنه ألم يعلم أن الله يرى قال ألم يعلم بأن الله يرى زيادة في التوكيد وزيادة في التوبيخ وزيادة في التأميب وزيادة في التهديد والوعيد لهذا الذي يكذب ويتولى ليعلم بأن الله يرى وأنت تتساءل ونأتساءل ونحن نعاين أزمات وأحداث دامية تجري في فلسطين وفي غيرها من أماكن حيث تسفك الدماء حيث تنتهك الحقوق الرؤية ونقل الصورة ونقل الحدث كما يفعل بعض الإعلاميون ووسائل الإعلام التي تريد أن تنقل الحدث كما هو بلا تشويه ولا تحريف ولا تزيف تنقل الصورة تنقل الواقع المطابق لما يحصل المصداقية فيما تنقل نحن طبيعي جدا أن نفهم وأن ندرك أهمية نقل الحقيقة وهذا ما يؤكده القرآن حين يأتي الكلام عن مفرد كمفرد التكذيب في القرآن في أكثر من 250 موضعا كما ذكرت قبل قليل دلالة على أي شيء دلالة على أهمية الصدق في حياة الفرد والمجتمع الصدق في الإعلام الصدق في التعليم الصدق في نقل الأخبار الصدق في كل شيء وهي عملة أصبحت وباتت نادرة في المجتمعات المعاصرة إلى حد كبير جدا بات الناس يطلقون على الكذب مسميات أخرى مجاملة دبلوماسية ما يسمون ولكن أعلم أن ذلك لن يغير من حقيقة الكذب في شيء الكذب أن تخبر خبرا يخالف الواقع هذا هو الكذب سمه ما تشاء واطلق عليه مسميات مزيفة كما تشاء وتريد ولكن ذلك لن يغير من حقيقته شيء مصداقية ما الذي يضبط المصداقية في حياة الناس ما الذي يجعل الإنسان يصدق ما الذي يجعل الإعلام يخشى ويخاف الله سبحانه وتعالى فيقول الحقيقة ولو هدد بترك وظيفته أو فقد وظيفته ما الذي يجعله؟ ألم يعلم بأن الله يرى تدبر معي في هذه المعاني وتدبر معي في القرآن كيف يضبط قضية المراقبة الذاتية تقول لي لماذا نحتاج المراقبة الذاتية؟ نحن أحوج ما نكون لأحياء المراقبة الذاتية بدون مراقبة ذاتية يموت الضمير الإنساني يذهب في غيبوبة وفي سبات الإنسان بحاجة ماسة إلى أن يذكر في كل وقت بأن الله يرى لأنك حين تستشعر بأن الله يرى ستحجم حين ينبغي أن تحجم وستقدم حين ينبغي أن تقدم تقدم على الصدق تقدم على الهدى تقدم على الأمر بالتقوى التي هي مخافة الله جل شأنه تدبر معي بالترابط بين التقوى وبين بأن الله يرى فأنت تزداد تقوا إذا زادت النسبة لاستحضار هذه المعاني في قلبك أن الله يرى يرى سكوتك ويرى حديثك ويرى صدقك ويرى نيتك ويرى خاطرتك ويرى فعلك ويرى منعك ويرى أمرك بالمعروف ويرى نهيك عن المنكر فلا تبتأس يا صاحب الحق شيء آخر انظر إلى هؤلاء الذين باتوا اليوم في مختلف أنحاء العالم وليس فقط في فلسطين ولكن في الآونة التي نتحدث عنها هذه حين تهدم البيوت على رؤوس ساكنيها وتسفك الدماء ولا مغيث ولا مجيب على مرءا ومسمع من العالم حين تتنزل ويقرأ هذه الآية ألم يعلم بأن الله يرى كيف سيشعر؟ سيزدهد ثباتاً وصموداً طبيعي جداً لماذا؟ لأنه يدرك ويتيقن أنه ما من شيء يخفى على الخالق جل شأنه وأن الله يرى ما يحدث ويرى ما يفعله الإنسان بأخيه الإنسان ويرى هذا العدوان ويرى هذا السفك للدماء وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة فلا تبتأس ولا تتعجل ولا تقل متى يكون ومتى يحصل ومتى يأتي الفرج فإن كل شيء عنده بمقدار والله سبحانه له سنن في إنزال النصر في الوقت الذي يشاء وفي تمييز الخبيث من الطيب واعلم أن هذه الدنيا دار ابتلاء واختبار وليست بدار جزائن ولا بدار حساب وبالتالي هذا الإنفلات وعدم إلقاء العقوبة بالظالم والمجرم والمعتدي بل على العكس قد يكافأ هذا المعتدي في الدنيا قد ينصر ويخذل صاحب الحق تقول لي فما الحل ألم يعلم بأن الله يرى كل شيء عنده مكتوب هناك حساب هناك جزاء وهذا بالعكس تماما يجعلني ويجعلك نزداد إيمانا ويقينا بيوم البعث يوم الدين يوم يفصل فيه الله جل شأنه بين العباد يوم لا يظلم فيه الناس يوم توضع فيه الموازين القسط يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم هذا اليوم الذي ينتظره الإنسان الذي قد وقع عليه الظلم الذي هو متيقن به ألم يعلم بأن الله يرى تدبر معي في هذه المعاني ونحن نقول ونؤكد القرآن في هذه الآيات التي إن أحصيتها تجدها كلمات معدودة ومفردات معدودة حمالة بالمعاني فياضة بالمفاهيم والمقاصد هذه فيها معالجات لظاهرة الطغيان ألم يعلم بأن الله يرى كيف يغيب عن الإنسان أن الله يرى إلا حين يكذب ويعرض تدبر معي في هذه المعاني لو أن أبا جهل أدرك يقينا أن الله يراه وهو يريد الاعتداء على الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم أكان يقدم؟ هو ما استطاع أن يقدم ولكن لو أن الإنسان هذا الذي يطغى استحضر مآلات أفعاله أكان يطغى؟ الإجابة عنده لأن المسألة ليست انتظار الإجابة المسألة مسألة السلوك والفعل والعمل وليس مجرد الإدعاء وتدبر معي في الآية التي جاءت بعدها كلا ردع زجر كم مرة ذكرت كلا في هذه السورة المباركة بما تحمله من معاني الزجر والتوبيخ والتهديد والردع لهذا الإنسان لماذا؟ لأن الطغيان لا بد له من ردع ونحن قلنا ونقول هذه الأمراض إذا تركت دون أن تعالج لن تخفت لن تذهب هناك حاجة ماسة لأجل أن تردع وتزجر وتوقف عند حدودها وإلا فستحصل كما حصل في طغيان أبي جهل قال كلا لئن لم ينتهي تدبر معي في الوعيد لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية بعض المفسرين قال أن هذا السفع وهي فريدة من فرائد القرآن جاءت في سورة العلق ما ذكرت إلا في سورة العلق سفع جذب بقوة شد من مقدمة الرأس والرأس معروف عند العرب واليوم وفي الحاضر وفي المستقبل أنه هو مكان أزت الإنسان واعتزازه بنفسه هذا الرأس والجبهة التي لا تنحني في عند المؤمن إلا للخالق جل شهن تدبر معي نسفعا يجذب بقوة ويشد من مقدمة رأسه وجبهته التي كان يتعالى بها على خلق الله لنسفعا بكل ما تحمله هذه المفردة من معاني التحقير والإهانة والإدلال بالناصية مع ما فيها من لفح كذلك للوجه بالنار تقول لي ولكن هذه كلمة ومفردة فيها قسوة فيها شدة طبيعي طبيعي جدا قديما قالوا إذا ضربت فأوجع يريدون أن يقولوا أن العقوبة لا بد أن تكون موجعة حتى يكون يتحقق فيها عنصر الردع والزجر هذا الطاغية الذي طغى وتجبر الذي يريد أن يمنع ما ينبغي أن يؤمر به لا أن يمنع من أمر بالصلاة وإقامة شعائرها وتوحيد للخالق المستحق للعبادة جل شأنه والتكذيب والتولي والاستهزاء والسخرية أبو جهل لم يكتفي بالتكذيب فحسب أبو الجهل لم يكتفي فقط بالكفر فحسب ولكن كان يصر على أن يمنع الإيمان ويمنع الناس من الاستماع للحبيب صلى الله عليه وآله وسلم ويستعمل كل ما لديه من قوى مادية ومعنوية لأجل أن يمنع الحق من الوصول إلى الناس وأنت تسأل لماذا هذه المفردة قوية ولماذا ننس فعن بالناصية وبما فيها من شدة وغلضة طبيعي جداً انظر إلى ما يفعل هؤلاء الطغاة والمعتدون بعباد الله انظر إلى سلوكاتهم انظر إلى تصرفاتهم انظر إلى ممارساتهم يجذبون ويشدون ويشدون الناس شدًا ولا حسيب ولا رقيب والكاميرا تصور وتنقل الحدث نحن نتكلم عن واقع يحدث الآن في هذا الوقت من الزمن الذي يدعي فيه الإنسان أنه قد بلغ مبلغاً من الحضارة والإنسانية وحماية الإنسان وحقوقه لنسفعاً بالناصية لمثل هؤلاء تأتي هذه الآية ردعاً وزجراً ونحن رأينا ونرى والتاريخ يشهد والحاضر كذلك يشهد وربما أيضاً المستقبل سيكون فيه من هذا كم من أولئك الذين ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية تخلى الذكراهم بين الناس ويمجدون ويقلدون أوسم وتسبغ عليهم الألقاب وهم في واقع الأمر ما هم إلا مجرمي حرم ومرتكبي جراء ضد الإنسانية لمثل هؤلاء جميعاً لنسفعاً بالناصية وتدبر معي في الآية التي جاءت بعدها البدل ناصية كاذبة خاطئة بعض المهتمين بالإعجاز العلمي في القرآن قالوا بعد بحوث ودراسات أن المقدمة مقدمة الرأس والجبهة هذه هي مركز اتخاذ القرار وجد العلماء علماء التشريح في الدماغ ومشابة أن هذا المركز هنا في المتقدم في الأعصاب وفي الرأس هو المسؤول عن القرارات والمسؤول عن التصرفات وإلى آخره هو الذي يعطي ويصدر الإشارات إلى المخ وإلى مراكز الإحساس والعقل والحواس للعمل بصرف النظر عن مدى صحة هذا الكلام ناصية كاذبة خاطئة وهذه العلامة الإعرابية التي هي في الحقيقة بيان وتوكيد بأن المسؤول كاذب اسم فاعل وهو قبل قليل قال أرأيت إن كذب وتولى هو في وجهة نظر فيما يقول هؤلاء من المهتمين بالقضايا الإعجاز العلمي والكشفات العلمية كاذبة خاطئة هذا الذي كذب وصفت ناصيته بأنها خاطئة وكاذبة وكاذبة يعني اسم الفاعل يعني أدمن الكذب حتى بات الكذب وصف ملازمة له إنسان مقيم على الكذب بعض الناس شاعت لديهم مقولة اكذب اكذب حتى يصدقك الناس لا اكذب اكذب حتى تكتب عند الله كذبا هذا هو الصح وليس اكذب اكذب حتى يصدقك الناس تدبر معي في القراءة المنهجية الشمولة للقرآن كيف تولد معاني نقدية لما يحصل في الواقع الحياة ويوقف مد حتى الامثال الشعبية والحكم والكذا التي تناقض الحقيقة والواقع ورسالة القرآن الكذب لا يجعل الناس يصدقونك ولو صدقك الناس فترة من الزمن ما هي منزلتك عند الله ما زال الإنسان إذا كذب 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 يكتب عند الله كذابا هذه الحقيقة تدبر معي في هذه المعاني ناصية كاذبة خاطئة هو لماذا جاء هنا باسم الفاعل كاذبة خاطئة إشعار الإنسان بالتعمد في فرق بين أن الشيء يظهر من الإنسان بلا تعمد ولا سابقة إصرار وبين أن يكون متعمدا مع سبق الإصرار والترصد وتدبر في دقة المفردة القرآن قال خاطئة التي هي مفردها خاطئ وليس مخطئ من الخط بالكسر وليس بالفتح لأن الخطأ بالفتح وقع الشيء على غير ما أردت كما في القتل الخطأ المؤمن يقتل مؤمنا خطأ هو غير متعمد ولكن لما قال القرآن إن قتلهم كان خطأا كبيرا بالكسر لماذا؟ لأن فيها تعمد للقتل وتدبر معي في موقع النية والسريرة والخواطر في عمل الإنسان وفي القرار المترتب على هذا العمل لماذا جاء بكاذب وخاطئ هنا؟ حتى يبين لك أن تكذيب هذا الإنسان وتوليه وإعراضه عن الحق والطغيان الذي هو فيه ما جاء عرضا جاء متعمدا مبنيا على نية مسبقة ولذلك القرآن قال ألم يعلم بأن الله يرى يرى تشمل السرائر والظواهر الخفايا والبواطن وما أعلن ما يظهره للناس وما يخفيه عنهم ألم يعلم بأن الله يرى تدبر معي في هذا المعنى يعلم السر وأخفى هذه المعاني العظيمة التي تأتي بالمفردات القرآنية حمالة فياضة بكل هذه المعاني في أي سياق؟ سق تهديد وعيد وزجر وردء تعمد الكذب تعمد الوقوع في الأخطاء تعمد الخط الخط والقيام بهذه الخطيئة إذن المسألة ليست هكذا قال فليدعو نادية تذكرون حين قلنا في حلقة سابقة الباطل يحتاج إلى حشود لا يستطع أن يعشب دون حشود فلما انقع القرآن على سبيل التحقير والتهكم والاستهزاء به فليدعو نادية أبو جاهل كان يقول للنبي صلى الله عليه وآله وسلم سأدعو لك دار الندوة التي كانت معروفة يشتمع فيها صناديد كبراء قريش أليت القوم والقرآن ذكر كلمة النادي كثيرا في القرآن ناديهم يأتون في ناديهم المنكر إذن فليدعو نادية هو يعتز بمن معه هو يعتز بمن حوله هكذا الباطل لا يستطيع أن يبقى وحده لا يستطيع أن ينمو وحده ولذلك نحن نقول دوما وأبدا أهل الحق أهل الخير أهل المعروف أهل العدل يحتاجون أن يأمروا بالمعروف والخير وأن يتناصروا فيما بينهم لأن مجرد أن يقفوا ضد هذا الباطل هذا الباطل سيذهب الباطل كما ذكرنا في مرة سابقة كالبالون تراه منتفشا تراه متوسعا متمددا لكن الحجم الحقيقي فراغ داخل هذا البالون فراغ وداخل الباطل فراغ هي قشرة زائفة هي انتفاشة موهومة هي سطوة موقوتة موهومة لا أساس لها يحسبها الضمآن ماء ويحسبها الناس أنها شيئا لكن في واقع الأمر تضغط عليها ضغطة بسيطة جدا تراها انتهت كل فقاعة لا شيء لا شيء بداخلها هكذا الباطل وأهل الباطل والمنكر لا شيء خواء وأفئدتهم هواء وهم خواء خاوية تدبر معي في هذه المعاني فليدعو نادية تريد النادي الذي تدعو تستنصر بهم فليدعو نادية تدبر معي كيف تسلسل الآيات وترابط الآيات مع بعضا لبعض قال سندعو الزبانية وسين للقريب السؤال بعض المفسرين قالوا سندعو الزبانية يعني ما حدث يوم بدر لي أبي جهن القضية أوسع من هذا القضية تتسع لكل الطغاة والظلمة سندعو الزبانية يوم القيامة يوم الجزاء وكل ما يلقاه الظالم في الدنيا هذا ولا شيء حتى ولو لقي ما لقي من الهواني والمذلة والعذاب هذا لا شيء مقابل ما سيجده في الآخرة سندعو الزبانية لماذا هذا الشابك والترابط بين الدنيا والآخرة هذا التقريب الذي نؤكده في كل مرة القرآن هكذا يجعل بين الدنيا والآخرة ليس ثم تفاصل بينهما طيب لماذا؟ حتى الإنسان يدرك أن هذه الشعرة التي تفصل بين عالم الغيب والشهادة وبين اليوم وبين الحياة والموت وبين الدنيا والآخرة هي شعر رقيقة لا ينبغي أبدا أن تمنعه هذه الشعرة من الوصل بالآخرة والنظر إلى الأمور بمنظار الآخرة هذه النظر التقريبة القريبة التقريبية التي نتكلم عنها التي يستعملها القرآن كثيرا بإسلوبه إسلوبه الفريد هذه لها أثر تقول لي كيف أثرها؟ هذه تزيد اليقين في نفس الإنسان المؤمن وإلا قل لي بالله عليك ما الذي يثبت هؤلاء المستضعفين؟ ما الذي يثبتهم؟ حصار وجوء ولا ماء ولا غذاء ولا دواء وقصف وحرب وضرب وخدلان خدلان من الناس الذين يتوقعون منهم أن يكون لهم نصر كل هذا يحصل ويبقى المؤمنون هؤلاء على إيمانهم كيف؟ 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 كيف يصل هؤلاء إلى مرحلة فيقولنا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله كيف؟ كيف؟ في الوقت الذي يقول فيه المنافقون ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا كيف هذه الصور المتقابلة؟ كيف؟ هذه النظرة يقين الإنسان والسحضار الإنسان أن الدنيا زائلة وأن هؤلاء إن فروا من عذاب الدنيا وجزاء الدنيا الذي هو لا شيء مقابل جزاء الآخرة لن يفروا من عذاب الله سبحانه لن نسفعا بالناصية يرونه حقيقة يرونه يقينا كيف وصلوا إلى هذا اليقين؟ قراءة منهجية الشمولي اقرأ باسم ربك الذي خلق فكأنك تنظر حين تقرأ الآيات وتتدبر فيها وتتمعا كأنك تنظر إلى أبي جهن وهو يجر جراً في نار جهن ويسحب بمنتهى الإذلال والإهانة ويشرب من ذلك الكأس الذي أراد من خلاله أن يسقي هؤلاء من المؤمنين لمجرد أنهم آمنوا بالله سبحانه تدبر معي في هذه الحقيقة هذه حقائق لا تظهر الإنسان إلا حين يتدبر بهذه الآيات ويقرأ قراءة شمولية باسم ربه الذي خلق قراءة واقع وقراءة إنسان وقراءة نفس وقراءة مشاعر بعدها قال كلا تدبر معي كلا لا تطعه واسجد واقترب وقلنا في المرة السابقة الحق كل ما يحتاج إليه صمد أما الباطل فيحتاج إلى الحشود الحق ممكن أن يحصل أن الإنسان يثبت ويصمد لوحده بمفرده هكذا الله معه لا تطعه تدبر معي في النهي اقرأ باسم ربك الذي خلق ختمها لا تطعه بمعنى أن هناك الكثير من البشر سيعترضون طريقك لا تطعه هناك الكثير الذين سيمنعون ويحجبون عنك الرؤية إياك لا تطعه تدبر معي في المعنى وهذا هو الصمود قلنا هذه المواجهة هذه أين المواجهة التي واجه بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه قريش في مكة سنوات طوال بصبر بعزم بصمود ضرب فيه أرواع الأمثلة لا تطعه ثباتك على الحق هزيمة للباطل وأهله صمودك على قيمك ومبادئك والحق الذي تؤمن به أكبر هزيمة لأهل الباطل أكبر هزيمة أبو جاه الهزيمة من قبل بدر أبو جاه الهزيمة منذ زمن صناديت قريش كلهم هزموا قبل بدر هزموا منذ أن قال الله جل شأنه اقرأ باسم ربك الذي خلق حين لم يقرأوا حين لم يستجيبوا للأمر الإلهي هزموا هذه الهزيمة الحقيقية هل هناك هزيمة أكثر شناعة من أن يظهر الحق أمام الإنسان ثم يغطي كل إشعاعات الرؤية ونور الرؤية أمامه ويقول ما رأيت ينكر الحقيقة هذه أكثر هزيمة هذه أكبر هزيمة لا هزيمة أكثر منها الهزيمة الحقيقية هي هذه الهزيمة الحقيقية أن ينكسر الإنسان أمام الباطل ويطأطأ رأسه حتى ولو عاش في أمان موهوم واستغناء موهوم ما قيمة أن تعيش وعندك أموال وعندك بيت وعندك كل ما تريد من حاجات مادية وقد هزمت في إيمانك وقلبك وضميرك ما قيمة كل هذا ما رصيدك يوم القيامة كلا لا تطع تدبر معي في هذه المعنى هذه المعاني العظيمة لا تطع لماذا الأمر هكذا جازم حازم حاسم لماذا هكذا لأنه لا ينبغي أن تطأطئ للباطل لأنه مهما بلغت تضحيات والصعوبات لا ينبغي لأهل الحق أن يكسروا لا ينبغي لهم أن يطأطئ رؤوسهم للباطل لا تطع ولا شيء يكسر شوكة الظلم والعدوان والطغيان كالصمود على الحق وكيف تستعين وكيف تصمد كيف تصمد قال واسجد واقترب تدبر في المفتاح كلمة آية واحدة لا تطع واسجد واقترب السجود السجود الذي وصى به الحبيب صلى الله عليه وعلي وسلم كل من أراد أن يكون قريبا من مجلسه يوم القيامة كل من أراد أن يكون معه ويسير على طريقته أعني على نفسك بكثرة السجود اسجد هو ما السر في السجود وما العلاقة بين السجود والتقرب إلى الله أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد السجود يقربك السجود يجعلك صاحب حظوة عند الله جل شانه وأنت إذا صرت صاحب حظوة عنده ما يضير كما يقوله الناس وما تكون قيمتك عند الناس إذا كان لك حظوة عند الخالق رب الناس جل شانه اسجد السجود يذكرك بأشياء كثيرة يثير فيك كل كل مكامن الشوق إلى الله جل شانه والخضوع إلي أن تضع جبهتك ناصية تضعها على الأرض أنت لا تخضع إلا للذي خلقك هذا ليس تعفير الوجه في التراب كما قال هذا الأبله أبو جهل عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه يعفر وجهه في التراب هذا السجود هذا علامة الشرف هذا السجود هذا وسم الشرف الشرف أنك لا تسجد إلا لله أنك تضع هذه الجبهة الناصية أعز شيء عندك وأعلى شيء عندك تخضعها لخالقك أبودية وانصياعا وشرفا وكرما وتكريما لإنسانيتك لأنك تزداد كرامة عند الله وتكريما كلما زاد فيك هذا المعنى تزداد كلما ازددت خشوعا وسجودا بين يدي الخالق جل شيء اسجد 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 ضاقت عليك الدنيا اسجد خذلك الآخرون وأقرب الناس إليك اسجد تريد أن تشكو اسجد تريد أن يسمعك الذي لا يسمع الشكوى إلا هو اسجد تريد أن تشكو همك وبثك وحزنك إلى الله اسجد تفتقر وتشعر بالافتقار إلي اسجد تريد الغنى اسجد اسجد قال واقترب لأن السجود والتقرب إلى الله متلازمان وتدبر معي في هذه المعاني واقع الحقيقة أن التقرب والاقتراب القرب ممكن يكون ماد ومكاني فلان بيته قريب من فلان وبدون قصد بدون أي قصد لكن لما يأتي الفعل اقترب هذا يعني أنك ستبذل جهدا لأجل أن تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى تفاعل مفاعلة مجاهدة وهذه الحقيقة كيف يقترب الناس من خالقهم جل شأنه بما يليق بجلاله سبحانه بقيام الليل بالصدق بالصلاة بالنية بالأمر بالمعروف بالنهي عن المنكر كلها تحتاج إلى عمل كلها فيها تكليف كلها فيها بذل جهد ولك أن تتخيل تعرف الناس في الدنيا أنهم إذا أرادوا أن يتقربوا إلى أحد من الكبراء واصحاب الحظوة والجاه والمناصب والمال أليت القوم المجتمع ماذا يفعلون؟ يبذلون أشياء كثيرة جدا يبذلون من أموالهم ويبذلون من جهودهم ويبذلون من وقتهم لأجل أن يتقربوا إلى فلان وفلان إن قربهم اليوم قد يبعدهم غدا حسب المزاج والهوى هكذا حال الناس والدنيا ولله المثل الأعلى الرب جل شأنه إذا قربك وإذا أذن لعبد بالقرب منه سبحانه بما يليق به وبجلاله ما عليك ما فاتك من الدنيا وما بعد عنها وما زوي عنك اسجد واقترب تدبر معي في الربط بين اقرأ باسم ربك الذي خلق واسجد واقترب لأنك لن تسجد وتقترب كما أمرك الخالق جل شأنه بدون العلم بدون العلم النافع بدون القراءة باسم ربك الذي خلق القراءة المنهجية الشمولية لأنك حين ستقرأ باسم ربك الذي خلق ستصل إلى الحقيقة أن لا أحد لا أحد يستحق أن تخضع له قلبا وقالبا إلا الله جل شأنه ولا أحد يستحق أن تبذل الغالي والنفيس لأجل أن تتقرب منه إلا الخالق جل شأنه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا نحن ما ينقصون اليوم وأشياء كثيرة تنقصنا في هذه الجوانب الإيمانية وفي علاقتنا مع كتاب الله ولكن من أكثر الأشياء التي تنقصنا اليوم أننا نحاول أن نتقرب من أي بعيد ولكننا نخفل نتيجة لإخفال هذه القراءة عن التقرب إلى الأقرب إلينا من كل قريب سبحانه جل شأنه هذه المعاني العظيمة التي جاءت في السورة التي جاءت تقدم لنا صور متباينة مختلفة بين إنسان يشعر بالاستغناء عن خالقه ويعيش في هذا الوهم حتى يوصله ويسوقه ذلك الوهم إلى جهنم وبئس المصير سفعاً من ناصه وإنسان آخر قرأ وقراءة ذلك الإنسان جعلته ينظر ويدرك الأشياء على حقيقتها ويعلم يقيناً أنه مفتقر في كل أحواله إلى الله جل شأنه فلما انشعر بالافتقار سجد وخضع بين يدي فزاده الله عز اقرأ وربك الأكرم كلما قرأت باسم ربك الذي خلق زاد سجودك وزادك الله هدى وزاد أمرك بالتقوى وزاد تقربك إلي وقربك الخالق الذي أمرك بالقراءة إلي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر